مرحبا فيكم حبايب البرج العقرب خلينا نشوف الطاقة تبعتك برج العقرب في عنده أمنية خسر شيء وبده يكسب هذا الشيء مرة تانية فأنا بقول له من خلال الكرت أنه ما يحاول يسترجع الأديم لأنه فيه قدامه أو وراء خلينا نقول هو مش شايفه فرصة أكبر أو تعويض أكبر للشيء اللي خسره ما تضلك تحاول هاي نصيحة يعني بس يعني أمن الكرت قلت لكم إياه نصيحة أنه ما تحاول تطلع على هذا اللي خسرته الشيء اللي خسرته لا فيه شيء تعويض أكبر فيه شيء حلوة قدام فما تضلك تفكر بالأمور الأديمة خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوي على العطفة بشكل عام إذن برج العقرب يا رب يكون خلص من الفترة السودة اللي كان فيها إن شاء الله يكون خلص هذيك الفترة طيب هذا بشكل عام زي ما قلت لك طاقتك رجعت تكررت هون شايفيتك كنت بالماضي عم تبني أصر مش إنه أصر يعني بشكل مباشر لا عم تبني مشروع عم تبني شيء معين ولكن فجأة هدم هذا الإشي بطل موجود هذا في الماضي ممكن يكون في الماضي القريب أو الماضي البعيد هذا الإشي عم بيأثر عليك لحد الآن نفسيا فالكروت تقريبا إيجابية فإنسى هو الطاقة اللي قبل تلك قبل شوي لما طلعنا طاقتك إنسى هذا الموضوع لساتك إنت عم تفكر فيه بيبين هون عندي إنه فيه إشي قدامك فيه بناء يعني شوف هذا اللي انهدم شيء قديم شيء شيء فيه مشاكل شيء فيه عوائق فإنت بالعكس إنت خلصت من هذا الموضوع ممكن يكون عمل عمل رديء كنت تشتغل فيه كان فيه كتير مشاكل فيه وهلأ بالعكس شايفه قدامك اللي هو من بعد هاي المشكلة من بعد هذا الموضوع عم بيكون بناء يعني مضبوط عم تحصل على فرصة فعلا بتستحق فإنسى القديم تطلع لقدام ورجع لعقرب شايفيتك مثل عم بتميل للموسيقى عم تسمع كتير هاي الفترة يمكن أغاني حزينة أبصر عم تتذكر يا أما عم تتذكر حبيب يا أما يعني أنت عم بيكون مودك شوي متقلب هاي الفترة فشايفيتك فيه فترات رح تكون فيها زعلان فيه فترات رح تكون فيها كتير مبسوط طبعا زعلان مش لسبب يعني ما تخافوا ما فيه يعني وقعات ما فيه شي بخوف ولكن كمود يعني إنه مود بدون سبب بدون شغلة حتى تصير حتى لا هي شغلة هيك فترة مؤقتة رح تحس بعض الفترات إنه فيه توترات يا برج العقرب بس ما فيه شي بخوف بالعكس تشوفك أنت انتهيت من شيء قديم غير مربح غير مش في مصلحتك والآن الفترة الجاي عم تتطلع على هاي الفرصة أو على هذا الموضوع وعم بتروح لهم شايفي كمان ممكن يكون فيه سفر عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل شايفي إنه هذا الموضوع رح يكون أبسط بكتير من ما أنت تفكر يعني أنت بفكره إنه معقد يمكن لسه ما بلشت بالإجراءات أنت بفكره إنه معقد إنه كذا بالفترة الجاي رح يتسهل كتير هذا الموضوع شايفيتك هون أريدي خلص مجهز أمورك وبدك تسافر ولكن بيقولك إنه إنه ما تسافر لحالك يعني على الأغلب رح تسافر إما مع زوجة مع حبيب مع ما بعرف بس يعني ينصحك الورق بأنه ما تسافر لحالك لأنه إنت من الناس اللي شوي عاطفيين فيمكن إذا سافرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة كتير تكون متعذب يمكن نفسيا فحلو إنك تسافر مع حدا مو شرط حبيب أو كذا ممكن يكون أخ ممكن يكون بس أنا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك شاف فيه كمان شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله ومش مصدق وأنت عم تاخده على أد عقله على طول الوقت ولكن هذا الشخص رح يكتشف أمور رح يكتشف إنه أنت ما أخده على أد عقله يعني رح يكون فيه شوية صراع للناس اللي أساساً عم يشتغلوا فيه صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير هذا الشخص ممكن يكون هوائي ناري أو مائي أكتر إشي مبين مبين إنه كمان فيه وفرة مالية في نهاية الفترة أو طرقية خلينا نقول للناس اللي قريب يشتغلوا فيه فرصة جديدة كمان فيه فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بيشتغلوا من ناحية الصحة شوف الصحة إنت بتعتمد على الموضوع النفسي فإنت تعبان نفسياً بالورق فعم ينعكس على صحتك فإنت شو لازم تعمل؟ يعني دايرك لازم إنه تضبط نفسيتك تحاول تعمل توازن فيه ما تفكر كتير ما تعطي للأمور أكتر من من حقها لحتى صحتك تكون منيحة الإناث من برج العقرب عم بيهتموا جداً جداً في جمالهم هنا أساساً جميلات يعني بس عم يهتموا أكتر في كل الموضوع في كل المواضيع اللي بتخص الجماله شايفيتك هون عم تترك الدنيا وتفوت الدنيا جديدة آآ تطلع من حبس والله فعلاً يمكن يكون في حبس بالموضوع أنت محبوس يمكن مسجون آآ لا آآ بمزح ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع إنه كنت محبوس جوه أفكار كنت محبوس جوه أوهام رح تفتح هاي الطاقة يعني رح تفتح آآ في طاقة رح تنفتح مثل تفتيح عين أو رحانيات أو شي عم تطلع من هذا الحبس أو السجن أو الأوهام لأرض الواقع عم بشوف كمان ممكن تترك دنيا تفوت الدنيا تانية تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة شايفة إنه في باب رح ينفتح لك هون أنا قلت في ناس عم بتكون متشائمة تركت شغلها كذا عم بيكون في نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الإشي يعني لأنه مرتبط المادة يعني عمل فعم بشوفك لا في فرصة جديدة في باب جديد عم ينفتح أنت ما كان يخطر على بالك أبدا خلينا نشوف شوي على العاطفة رح تمسك ايد الحبيب العقرب ما بتقولنا ما بتخبرنا في حب كبير في مشاعر كبيرة بيكنل لك إياها الحبيب أو أنت بتكنلوا إياها يعني أنا بعيد بكل برج نفس الكلام بحثي لكم إنه القراءة ممكن تكون عكسية لأنه القراءات العاطفية أحيانا بتكون عكسية شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد في شغف كبير ناحية في شو في محبة وإنت شو انت عصابك باردة علاقة ثلاثية ولكن ما بشوفها ذات أهمية ما بشوفها إنها مهمة وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكذا بس ما بشوفها إنها دائمة أو كذا بشوفها إنها مرة واحدة يعني خاصة إنه كرت واحد بيّن وخلاص بعديها في آآ مصر على هاي العلاقة أوكي أول شي الطاقات قبل ما أنسى طاقات عم تكون هواية زي ما أنتوا شايفين نارية مائية أكثر شي هلأ مش شرط إذا أنا ما ذكرت يعني مثلا طاقات معينة بتكون الأبراج مش موجودة ما دخل هاي طاقات يعني عادي آآ ما بتأثر بس إحنا أنا بحكيها عشان أنتوا بتحبوا أنوا أحكيها آآ هلأ بالنسبة للعاطشة شايفيتك يا عقرب عم أو العكس يعني يا أنت يا شركة عم تكتشف أكاذيف عم تكتشف آآ موضوع معين بتعلق بيه الطرف الثالث آآ آآ عم بتحاول بعديها إنك يعني إما تجاكره إما تعطيه القدر اللي هو يعني تحجمه ما تعطيه حجم آآ آآ رح تعلمه درس آآ زي ما هو ضحك عليك أنت أنت حاسس بأنه بدك تضحك عليه شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث وأكنه ضيع الشريك من إيدك أو لهاك عن الشريك حاس هيك من الورق في عندك كتير صراع من ناحية العاطفة ما عم ترس على آآ بر طول الوقت لكن بالفترة الجاي أنا بشوفك يعني خلص حصلت على الحبيب آآ بكل أريحية آآ شايفة إنه الحبيب آآ شوي الآن عم بمر في ضيقة مالية ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل آآ بشوفك بشوف شوفه على الأغلب الأنثى إن كان أنت أو الطرف الثاني إن كان أنت فلع الأغلب هي المنتصرة وهي اللي راح تكون آآ يعني إلها اليد العليا في الموضوع هي اللي راح تكون ماسك الموضوع أو بتحركه بالطريقة اللي بدها إياها هي اللي راح تكون الليدر في الموضوع شايفي هاي العلاقة كتير شو شوف هدول الكرتين يعني مكملين لبعض نفس الصورة عم بتكونوا متشابهين كتير كتير أنت ويا أنا ما عم بقول على على الصعيد الثقافي وشغل هذا لا أنا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة راح تكونوا كتير قريبين من بعض لدرجة إنه يعني راح تشبهوا بعض بالأخير فشايفي أنت راح تقدم والطرف الثاني راح يقدم نفس الكاس كاس الحب فدول الكرتين مع بعض إنه واو يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض وعلاقة مستمرة وجدية ما راح تكون اللي هي علاقة عرضية أو كزا عم بنشوف واحد من الطرفين أو أنت عم بتكون كتير شغوف على الطرف الثاني مش قادر تستنى بدك بأي وقت تبلش ولكن هذا صبرك راح يعني راح ينتهي ورح توصل للبدكية لأنه تن هون عنا رقم عشرة خلص أنت خلصت التعب خلصت الأمور هاي كليات هالزنخل اللي فيها فيها عكوسات وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب راكروت يعني حلوة بس يا عقرب بطل التشاؤم انت وانت راح تشوف كتير أشياء حلوة لو تركت التشاؤم أو الأفكار يبعد عن الناس المتشائمة عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة أو عم بيحكولك عم بيكسروا بمأديفك على قولة اخواننا المصريين حبايدنا أو إنه يعني ما بعرف في حواليك ناس بيحاولوا إنهم يحطوك فابعد عن هاي الناس أو همشهم إذا كانوا من العيلة بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها فلو ما كنتوا قادرين إنه تبعدوا عن هدول الأشخاص إذا كانوا من العائلة ففيكم إنه تهمشوا يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون فبس إنكم تتعدوا عن الأشخاص السلبيين شوف رح توصل لمرحلة رح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر يا رب على موضوع إنت كنت شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد مثل مثل مثلث برمودة ما فيش يعني أحده هناك نهائيا وإجهاله الفرج من بعيد فبيقول لك thank that رح توصل لهاي المرحلة أنا تشكر ربنا بكافة الوسائل على الأمور اللي أنت عم بتحققها بالفترة الجاي إن شاء الله يا رب الله كريم بس بقول لك زيح الأفكار السلبية من رأسك لا تسمع أوهام لا عيش بالواقع زي ما هو كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم أحلام اللي هي غير واقعية فلأ بيقول لك امشي على الأرض يعني امشي واحدة 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 ما تحلم بالشيء البعيد جدا لا احلم شوي شوي يعني أنت رح تحقق الأمور ولكن يعني شوي شوي ما تحمل حالك أكتر ما بتستحمل طيب خلينا نشوف مثلا شو بنا نشوف خلينا نشوف هدول الكروت شو عم تقول لبرج العقرب شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة إيجابية إذا كانت طاقتك ناقصة أو سلبية فأنت بتحولها لإيجابية إذا عملت هذا الإشي سامح ما رحكي لك أنه تنسى يعني احنا مش من يعني احنا مش آلة أو ماشين عشان خلص تكبس على الكتسة وتنسى الموضوع لا بس أنه سامح على الأقل زي ما قلت قبل شوي ببرج من الأبراج أنه نقول حسبي الله ونعمل وكيل وخلص بكفي ما نحاول أنه ننتقم ما نحاول لأنه في شوي روح انتقامية عند بعض بعض الناس آآ رح تكون بيقول لك هون أنه خفف شوي من الحساسية آآ كون عملي أكتر آآ مشي أمور آآ ما تدق على كل شيء وكل شيء رح يمشي بس بيقول لك أنه احزر من الحساسية يمكن الفترة الجاية رح تكون كتير حساس خفف من هذا الموضوع إذا كان موجود عندك حبايب ببرج العقرب برجع أشوف أشوف